اليوم رح حضر معكم صمن البرجر بالمنزل وحتى بتصيل بأشكال أخرى ومن ضمنها الصمون الاسطواني هش واسفنجي وطاري خطوة بخطوة وإيد بإيد ويلا بينا نبدأ كخطوة أولى أربع كاسات طحين متعدد لإستخدامات رح ننزلهم داخل الوعاء على هذا النحو الشكل ورح نتبعهم منصف كاسة حليب بودرة ربع كاسة سكر ولتحسين القوام رشة ملح بسيطة منعقة خميرة فورية ما يقارب لعشر جرامات رح نخلط المكونات الجافة بداية ورح ننزل عليهم بيضة بحرارة الغرفة وننزل على البيضة نصف منعقة فانيلا ورح ننزل ربع كاسة زيت نباتي ونبدأ نخلط المكونات السائلة مع المكونات الجافة حتى يصيروا بهذا القوام نحن نزل كاسة ماء دافئة وبشكل مباشر رح نبدأ نحرك بأيدينا حتى تتلاصق العجينة مع بعضها وصير فيها قوام طبعا رح نستخدم أداة قطع العجينة حتى نخلص السوائد على حواف الوعاء وننزل على الجرانيت شيء من زيت النباتي ونبدأ مرحلة العجين مرحلة العجين جدا مهمة وجدا ضرورية تمام حاولوا انكم يعني تأسهموا في موضوع العجين وبنفس المقادير وعلى نفس الطريقة يمكن ان نحضر اكثر من وصفة بما في ذلك مثل ما تحدثت في بداية الوصفة الصمون الاستواني او حتى المربع الشكل بصراحة اثرا نحضرها على شكل برجر بسبب عدة مراسلات وطلبات وردتنا من اصحاب مطاعم لتحضيرها في مطاعمهم على الطريقة الصحيحة فحضرنا بهذه الطريقة بتحافظ على هشاشتها وليونتها لمدة اكثر من اسبوع بحال غلفت بشكل جيد تمام هي اكثر جاهزة العجينة رح نوضعها ونوضع باسفل الوعاء زيت نباتي ونتركها لمدة عشرين دقيقة تلت ساعة بعد ما نغلفها بنيلون ستريتش وبعد مضي المدة تلت ساعة عشرين دقيقة رح نطال العجينة متل ما كون شايفين عجينة ناعمة وجاهزة للتشكيل بشكل مباشر رح نحضر على الطرف يعني صينية باسفلة فيه وراء زبدة حتى نمنع الالتصاق المباشر تمام عبر الحرارة الموجهة داخل الفرن رح نقطع لشكل كرات ونقطبن من الطرف السفل اللي شايفينه تمام ضرور جدا ينقطبو عن طريق الاصابع تتسكر الثغرات والتجويفات لحتى نضمن ارتفاع العجين وهشاشته ضروري مثل ما تحدثنا نسكروا من الاسفل عن طريق الاصابع على هذا النحو مجرد موضعناهم يرتاحوا رح يتماسكوا يتمددوا على بعضهم البعض ويصيروا بقوام واحد وحجم واحد ورح نستنفذ كامل كمية الموجودة عنا طريقة اربع كاسات هي 11 قطع بالضبط من البرجر يعني مقارنة بالاسعار السوقية ما في تكافؤ ابدا الآن بعد ما اخذنا اياس رح نبدأ نكورهم متل ما كون شايفين تكويرة كاملة ونوضعهم حتى يرتاحهم لمدة ساعة كاملة نغطيهم بايشي متوفر عنا من ادوات المطبخ وبعد مقضاء المدة اخذوا حجمهم ولحتى نطيل بعمر العجينة او الصمون رح نبخهم بالسبري زيت نباتي عوضا عن البيض او عوضا عن الحليب او النسكافي كما جرت العادة بيعطوا عمر اكثر وبيعطوا هشاشة اطول رح ننزل عليهم السمسم الابيض الني ورح ناتبع السمسم بالحبة السوداء حبة البركة طبعا فيكم تحكموا بالقياس عن طريق الاختيار والذوق امر عايد لكم ممكن تكبروا حجم الصمونة او الصغروة مسألة اختيارية وبهي الاثناء حميد الفرن درج حرام 180 لمدة 15 دقيقة على الرف الاوسط من الاسفل الاعلى النار شغالة بعد انقضاء المدة طلعوا بهذا الشكل والقوام واللون رح نتركهم على جنب حتى يبردوا ونحافظ على ارتفاعهم وقوامهم وهشاشتهم وكشكل نهائي طلعت معنا الوصف بهذا المنظر وبهذا القوام وبهذا الارتفاع وبهذا الجمال واللون والريحة الرائعة وطبعا نهيكم على القوام الاسفنجي كما ظاهر امامكم على الكاميرا حتى داخليا صايرة اطنية ما شاء الله تبارك الله اذا اعجبكم الفيديو يرجى الضغط على زر الاعجاب بالصفحة والشير والكمانت واللايك حتى نسمر كنا معكم الشيف محمود درويش من المبقى خرافي والى وصفة مقبلة